بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طلباً للماء والعشو واقعاً العرب استعملوا الكثير من الألفاظ لدلالة على الحضارة أو على كلمة الحضارة أو مفردة الحضارة ومن بين تلك الألفاظ هي لفظة التمدن التي ذهبوا إلى أنها تعني الإقامة في المدينة ويرى البعض بأن العرب كانوا قد تأثروا في ذلك بالأغريق الذين كانوا يعدون المدينة بأنها مظهر الاجتماع المنظم والمتحضر قدر تعلق الأمر بالتعريف الاصطلاحي لمفردة الحضارة العربية الإسلامية يمكن أن نعرفها بتعريف شامل وهي أنها النتاج الضخم الذي أفرزته الأمة العربية في القرون الوسطى والذي أسهمت فيه الأمم والأقوام الأخرى التي أنضوت تحت لواء الدولة العربية الإسلامية في حقبها المختلفة بعيداً عن الجنس والنوع والعقيدة كذلك هذا يمكن أن نعده بأنه التعريف الشامل والذي يمكن أن يجمل تعريف الحضارة العربية الإسلامية قطعاً للحضارة العربية الإسلامية جملة من الخصائص حالها في ذلك حال غيرها من الحضارات الأمم الأخرى الخاصية الأولى التي تميزت بها الحضارة العربية الإسلامية هي أنها عربية في تعبيرها إذ يلاحظ بأن الشعوب المختلفة التي أنضوت تحت لواء الدولة العربية الإسلامية استعملت اللغة العربية كلغة للتعبير عن نواحي الفكر والإدارة ولعل هذا متأتي من أمرين الأمر الأول هو أن اللغة العربية هي لغة القرآن والأمر الثاني هو أن اللغة العربية أصبحت فيما بعد لغة الإدارة لا سيما بعد عملية التعريب في النصف الأول من القرن الهجري الأول يضاف إلى ذلك أن هذا الأمر يشير بما لا يقبل الشك إلى أن اللغة العربية مرنة واضحة اتسمت بالبساطة والوضوح وخير دليل على ذلك المؤلفات الكثيرة التي خلفها لنا المؤلفون من غير العرب في مختلف الموضوعات باللغة العربية الخاصية الثانية تتمثل بأن القوة الدافعة للحضارة العربية الإسلامية هو العقيدة أو الإسلام أن هذه الحضارة هي حضارة إسلامية قامت في ظل الإسلام والدولة الإسلامية على أن هذا لا يعني إهمال دور أبناء الأمم والأقوام الأخرى الذين يحملون عقائد مختلفة عن العقيدة الإسلامية بل أن المقصود بذلك هو أن المحيط الذي كان يعيش فيه الناس جميعا هو محيط إسلامي والبيئة التي كانوا يعيشون فيها هي بيئة عربية إسلامية الخاصية الثالثة التي يمكن عدها في ضمن الخصائص أو المويزات للحضارة العربية الإسلامية هي أنها عالمية في محتواها فلم تكن للعرب وحدهم ولم تقتصر على أجزاء من البلاد بل شملت العالم المعروف آنذاك وما نتج عنها من آراء وأفكار صلحت لكل الشعوب التي كانت تعيش سواء في أرض العرب أو خارج الأرض العربية الخاصية الرابعة هو أنه الحضارة العربية الإسلامية هي حضارة منفتحة ويمكن أن نلمس ذلك من خلال أنها تعرضت لكل القضايا بما فيها خضايا العقيدة نفسها ومن ذلك يمكن أن نستشف ونلاحظ التيارات الفكرية التي ظهرت في الدولة العربية الإسلامية لا سيما في القرنين الثاني والثالثة الهجريين النقطة الخامسة أو الخاصية الخامسة وأنه يمكن أن نقول أن المميزات الحضارة هي أنها حضارة متحركة ليست بجامدة ديناميكية وليس استاتيكية وذلك من خلال بحثها في المسائل المختلفة من أجل الوصول أو على أقل تقدير التفكير في الوصول إلى حلول مناسبة تعاملت مع كل القضايا بما فيها قضايا الإنسان مع نفسه قضايا الإنسان مع علاقة بمجتمعه علاقة الإنسان بربه الخاصية الأخيرة أو السرسة وهي أنه الحضارة العربية الإسلامية لم تكن لتسلط الضوء على جانب واحد دون جانب آخر أي أنها لم تقتصر على الاهتمام بالجانب المادي دون الروحي أو بالعكس بل أنها أولت الجانبين اهتماما واحدا ولعلها في ذلك جاءت نتيجة لأن القوة الدافعة لها للحضارة نقصد هو الإسلام الذي أكد على ضرورة أن يكون هناك نوع من أنواع التوازن بين النظرة للمعالم المادي والعالم الروحي بناء على ما جاء بالقرآن الكريم في سورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك هذه تقريبا أبرز وأهم خصائص الحضارة العربية الإسلامية وسوف نتناول في محاضرة أخرى مفردات من المادة الحضارة إن شاء الله